اهلا بكم نبدأ الحلقة بتاعت المهاردة وقبل ما نتكلم على موضوعات الحلقة في صورة كده الناس تدولوها الجنيه او سوري الدولار يسحق الجنيه بعد خطاب الرئيس رسمي بعد خطاب الرئيس الدولار يسحق الجنيه بعد خطاب الوردي الناس الدولوا الصورة دي بعد خطاب مرسي الوردي الدولار يسحق الجنيه قفز الى كم يعني معنش ستة كم انا مش هفقر رسميا وستة تمانية وخمسين بالسوق السودة ستة ستة وتلاتين رسميا وبالسوق السودة ستة تمانية وخمسين والبترول تؤجل توزيع المتجاز بالكوبنات ورئيس الوزراء الوضع صعب ودكيك ايه الاخبار يا أستاذ مجد الجلاد ما كان رئيس تحريرها مجد الجلاد وقتها بعد خطاب مرسي الوردي الدولار يسحق الجنيه بي كان بقى ستة ستة وتلاتين رسمي في السوق السودة يعيني كانوا تجار جشعين كان ستة تمانية وخمسين هيعدي الحقيقة عليك وقت لما تقول لابنك كان الدولار بستة ستة وتلاتين ستة تمانية وخمسين يقولك انت يا بابا كذاب ما حصلش على طول تجريه على كابتن مجدي وتقول لكابتن مجدي حصل عشان بس ايه الحقيقة يعني المهم يعني البلد بتتسلم عيني عينك وما حدش قادر تكلم حتى لما احمد الساقة نشر صورة مجرد صورة اللي هو دوره في احد الاعمال الدرامية دور الزابط مجنون بيسوق عربية وفاتح على الرابع والشعب بيسرق حواليه الصورة مفضلتش اكتر من 24 ساعة نشوف كده الصورة النشرة نشوف كده الاول الصورة النشرة معلش ادي الصورة الفنان احمد الساقة نشر الصورة دي حضرات وهب الصورة على طول عملت صدق اهو بس وقفنا ظابط مجنون والظابط ده الحقيقة بسائل عربية على اقصى سرعة وطايح بيها وهو طايح كده العربية الولية بتصوت جنبه وهو مش سمع كلامها ونشر الصورة دي بس نشر الصورة دي بس كنا قاعدين مبارح انا والاخ رئيس التحرير قلت له قال لي انا الحق تخدتها سكرينشوت على فكرة الموجز اللي كانت نشرها هات معلش الخبر بنقوله من فوق كده الموجز اللي كانت نشره موقع المخابراتي اهو وده حسب الساقة الرسمي الفنان احمل الساقة عبر الفيسبوك صورة هو كتب بقى الساقة بيقول صورة لا تحتاج الى شرح وبعدين فجأة كده على طول زي ما توقعنا انا والزمير الرئيس التحرير حزف للتغريدة اهو على طول قد يكون الرابط الذي استخدمته معطلا او قد تكون الصفحة تمت ازالتها بعد ما نشر بقى الناس اهو لما تلبس لبس مش عاجبك حزف بص من جوة الاعدادات بتاعته حزف كله حزف كله لكن قبل ما يتحزف الناس بمجرد ما نشر الصور نشر الصورة كتبوا على طول في التعليقات قبل ما يحزف فكتبوا في التعليقات يا ساق انت فنان جميل ومحترم وعز عينة جدا فرائك والله بتحب الحلوة سادة ولا مكسرات يا حبيب اخوك الناس حاليقوله على طول اهو بص ده حال الشعب كله دلوقتي وهو برضو سايق بيقولنا ما تقلقوش احلى واحسن مسلسلكم انت عامت اخر 17 سنة واحدة واحدة نجم الناس كانت حالة مالية مش عارفية اللي انت تعجبني كثير اجمد كده ده احنا حتى لسه في اول الطريق ويقوله الطريق مليام مطبط وحفر الناس دخلت علقت له على القصة دي اللي قال له اه اقوبة السق جاب اخره وقلب عليه ومشركة المتحدة الانتاج قلبته ومعتمدين دلوقتي على كرارة وكريم عبد العزيز شكلنا شكل هند صبري واحنا في الانتحانات شايفين غير اسمنا الناس علقتها ووشال الله شال الصورة يعني في الوقت الحقيقة اللي احمد السق بينشر التويتا دي بالصورة ويمسحها طلع الدبلير بتاع استيسي الممثل ياسر جلال ما هو الدبلير بتاعه ما هو اللي عمل شخصيته في الاختيار طلع وقال لك بيتبرع لصندوق تحيا مصر بتلاتة مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر اهو بيقول لك كلنا لازم نقف جنبه بعض مش نقف فوق بعض يعني نقف جنبه بعض كلام جميل جدا وكلام راح واحد ردع الناس ردت عليه بقى كتير قوي يعني اه انا بس عايز اقول لكو على حاجة لايا ابن اله هو ايه شاتمو تامرشلين شاتمو شال السين حط الخا طيب اكبر شوالله كلمك عشان انا بعمل كشف نظر دلوقتي لايا ابن اله تبرعك لصندوق تحيا مصر معناه انك بتتبرع الحرمية بتدي الحرمية فلوسنا ينهبوها اكتر ممنح بينها بتزود ايومهم في الحكم تحيا مصر ده مش لمصر ده الحاكم مصر خدت تلاتة مليون وانزل الشارع هتلاقي تلاتين مليون محتاج فوت على الشوارع ادي لكل غالبان الف جنيه يسطر نفسه انزل بقى بقى الشعبي سدد ديون الغلابة اللي واخدى بضع شكك ادخل مطعم فول في منطقة شعبية واسيب لصاحب المحل تلات تلاف جنيه وقل له كل يوم في ميج جنيه اكل الغلابة والشاهد علي وعليك ربنا يا عم كفاءة عرب بقى الواحد بقى مكسوف هو في الشارع من نظرة الانكسار في عيون الناس بقى متوتر من نظرة القلق في عيون الموظفين هاتي تلاتة مليون يا فتك قوي قسم من بالله ما يكفوا صدقات شهر واحد لمنطقة واحدة في اسكندرية تتبرع تحيا مصر مشخصتها فعلا جات كل عرف انا بعتلك حاجة يا عالي دلوقتي هو تلاتة مليون بالنسبة لياسر جلال في مسلسل الاختيار الاخير دي ولا حاجة يعني يعني خلينا نتكلم بقى بجد يعني امشي شوية كده لحد اسامة عباس عارف الموصل اسامة عباس امشي شوية كده لحد اسامة عباس العب ليه كده بس منتعرضش دلوقتي حد اوقف عند اسامة عباس ايوة يا جماعة تلاتة مليون ما هياش مبلغ يا رجل الاختيار ده عامل واخد فيه مبلغ ايوه هو هنا واخد مبلغ خرافي فيه خرافي خرافي يعني وبالتالي تلاتة مليون دي عاني لكن تامر شنين شاوي كلم صح انت قلبك على الناس او يخد التلاتة مليون انزلت فعند بقال ديون بعض الناس اللي مش قادرة يا عم انزلت دي الفرار جي اديله امية الف جنيه وقل له اي واحدة غلبانة اه دعم الحساب ده اقولك على حاجة انت كل شهر انزل في اي منطقة ادي مية الف الناس كده لبقال لبتاع فراخ لبتاع سمك لبتاع تعيش انما عامل لك ده وثلاثة مليون جنيه لسندوق تحيا مصر فعلا جتك القارب حرفيا جتك القارب يا ياسر والله انت قاد تحس في موقفك لكن عايز اقولك على حاجة انا عازر الناس دي وعازر الساقة انه يشيل التويتر لان احنا رجعنا لايام القبضة الحديدية لعبد الناصر ودي كانت ايام سيئة في تاريخ ناصر انا وقعت في فيديو كده لبعض الفنانين بيتكلموا على عبد الناصر حسن فاهمي على خالد صاوي استوقفني قوي كلام الفنان وسامة عباس عن عبد الناصر مش تعرفوا ليه الناس ممكن يكتب تويتا ويمسحها فنان وسامة عباس فنان جميل وانا من محبينه يعني حكى موقف صغير عن عبد الناصر او ايام عبد الناصر خاني اسمعه في الفيديو ده كده اسمعه انت كنت تحب عبد الناصر تكره عبد الناصر لا مكرهوش طبعا لكن كنت خايف منه نيه لعني بشوف اللي بيجرد زماني كان ايه بيجرد ايه بيجرد عليهم نيه من غير ليه طبعا حكينا اقتصف فتا سنة 65 وانا موظف في شركة الناس التلفزيون كنت مازج رقيش وقوم افراد المصانع وعندي مجموعة من الموظفين كلهم شادات متوسطة وهم منهم واحد الله أعلم بأس كي عايش اللي بايت اسمي صفوان رجل كبير نسبيا عارلنا كلنا هو منطابد في الدنيا وابا اليوم لقناه مجاش ايه يا جماعة صفوان فيه قال له لقناه طيب تاني يوم يا جماعة حد يشوف صفوان فواحد تطوع وقال انا حرف له البيت اشوف ممكن عيان بالله حال براه تاني يوم الموظف ده مجاش واسه انا بيحال طلع ايه بقى ان يوم 23 اغسطس سنة 65 جنازة النحاس فهو بصفة ورد قديم راح ميشي في الجناس واتشوف انا راح له تاني هو هو في العلباب حيث اصير بعضهم بعد كده لكن كان فيه نوع من الالة انك ممكن تتباك تخيل واحد ميشي في جناس النحاس موظف اتاخد زميله اللي راح يسأل عنه اتاخد لان الامن كان قواب برا الباب فاعذره الناس اعذره الناس وعذره المطبلتية دول المشخصاتية فعلا انا لا ارى ولم ارى في تاريخ مصر ممثلين انا بقول ممثلين ما بقولش مخرجين لان كار السينما فيه مهانسين ديكور ومهانسين اضاءة ومصورين ومخرجين وكل دول ناس بيبقى لهم مواقف سياسية لكن غالبا غالبا انا بقول غالبا برضو الفنانين بيبقوا مشخصاتية ومشخصاتي دي لفظه وحش قوي اجرية يعني غالبا تاريخ مصر حقيقة يعني مليء بالفنانين المشخصاتية اللي هم منهمش موقف المطبلتية طبلوا للملك فاروق وطبلوا عبد الناصر وطبلوا اللي مش عارف لمين وطبلوا وهكذا ده وليك الراجئ الناس دي كده فياسر جلال ده واحد منهم ارجوز يعني انت بتصدق العامل كده وشخصية والحاجات دي كل دول ارجوزات يا راجل ده لما قامت انقلاب 23 يوليو فريد شاول بيحكي موقف انه خدوا بعض نقابة الموسين وقتها وراحوا يهنوا اللي هو محمد نجيب بالانقلاب ده ودول كلهم كانوا تابعوا الملك فاروق يوسف بيه وهبي كان نقيب وكان واخد البكاوية من الملك فاروق وخدوا بعض فريد شاول يقول كان هو مش عارب يشتغلي في النقابة ويوسف بيه وهبي النقيب ورايح معهم فريد الاطرش فيوسف بيه قال له اوقع تتكلم انت انا عارفك بتحش بوقك انا اللي هتكلم بس فقال له ليه قال له انا بعارفك اوقع تفتح بوقك تروح معانا ما تتكلمش ولا انت تتكلم على فريد شاول انا اللي هتكلم بس ده فريد شاول اللي بيحكيها والله فوقفوا قدام محمد نجيب فبيقول فريد شاول يوسف يوسف وهبي كان ملك الارتجال وقف اين انت يا ابي رحمك الله طب بيمثل بقى اين انت يعني يا ريتك كنت عايش حتى ترى ابنك بيقابل رئيس الدولة وزعيم الصورة طبعا بقى يوسف بيه بحركات المسرح وبارتجال رائع مش هتايم ما قدرش اقولها شوف رايحين التلاتة يلبسوا العمة لمحمد نجيب دول اراجوزات اراجوزات طيب دي في الصورة في الاصل بقى فين السيسي من طحنة الجنيه بقى يعني كلامنا كتير على اللي حصل النهاردة والاسعار اللي ولعت والدينار الكويت اللي حصل واللي مش عالي فين السيسي بقى فين السيسي يا علي فين يا ياسر السيسي يا ترى السيسي بيعمل ايه في الزيطة دي عايز تعرف دوارنا لقينا السيسي بيعمل ايه السيسي النهاردة كان مجغول مجغول وحياتك مجغول لعبد الحليم حافظ كان بيتابع الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني السيسي يتابع الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني مش مهنا الراجل في جزيرة الورد جزيرة الورد دي منطقة في المنصورة جنيئي يعني نادي الراجل في جزيرة القطن وبعدين ايه هو بس ترمدني ده بيقود بنفسه ما ليه الرجل حط يده يعني راسه على كافه بيقود بنفسه او بنفسه تطوير حديقة الحيوان بالجيزة الرئيس السيسي يقود جهود تطوير حديقة الحيوان بالجيزة ومواجهة شائعات بيعها لا وقعد رئيس المخابرات بذات نفس شخصيته وقعد وزيرة التخطيط دي الولية دي ما خططتش الحاجة دي ودتنا وقعد مصطفى مدبولي من ان النوس عين حماته تخيل ايوة فريد كان سكرتير النقابة حلوتك انت والله امزاكر فريد كان سكرتير النقابة نقابة الممثلين تخيل الراجل سايب كل ده وقعد يتابع تطوير حديقة الحيوان تخيل اه دي اه دي الاخبار ايه انا ما بنجيبش فينا عندنا السيسي يتجاهل الازمة الاقتصادية ويوجه بالانتهاء من تنفيذ ابراج العالمين برضو اما ليه هو زي ما السقق رسمه بالضبط هو الراجل سايق وان انتو بتصوته والبلد رايحة في داهي هو قاعد يتابع حديقة الحيوان قال له علمني الهيافة ياابا قاله تعالى في الفرغة وتصدر